وصل نائب مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي اللواء دروس الزبيدي والوفد المرافق له السابت إلى العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة الحكومة الروسية لقيادة المجلس ويجري اللواء الزبيدي مباحثات خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين بالحكومة الروسية حول مجمل القضايا على الساحة الجنوبية والمنطقة عموما في ظل متانة العلاقات بين الجانبين اشتركوا في القناة